نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أم فانت كاتخ أهلا بكم ترأست صاحبة السمو والأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة أمس بمركز للا مريم لحماية الأطفال المحرومين من الأسرة بالرباط ترأست حفلة توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل المساهمة في الدعم المالي لتسيير مراكز الاستقبال التابعة للعصبة وأوضحت العصبة المغربية لحماية الطفولة في بلاغ لها بهذا الخصوص أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي عملا بالتوجهة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى دعم الخدمات المتعلقة بالرعاية الطبية والحماية الاجتماعية للأطفال وبالخصوص الفئات في وضعيتها شاشة على صعيد آخر وبمراكش جرى التوقيع على مذكرة التفاهم بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية بهدف تشجيع وتنبية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنبية مستدامة لصناعة السياحة في كل البلدين تقرير شيمة جبران لخلق جسر تعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تم توقع على مذكرة تفاهم بمراكش المذكرة تروم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات كما تتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهم في المجال السياحي مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كل البلدين بين المملكة المغربية والسعودية العلاقات في خط تسعودي وتعاون متعدد الأبعاد وفي مجالات مختلفة وتنسيق في العديد من الملفات الاتفاقية هذه تغطي جوانب عديدة في مجال السياحة ترويج السياحة بين البلدين والتدريب وتطوير الوجهات وتسويق الوجهات السياحية مملكة المغرب مملكة عريقة جدا وكبيرة وتربطها علاقات رائعة جدا بالمملكة العربية السعودية وتأتي هذه المذكرة لتدعيم الجهود للوصول إلى سياحة مستدامة ستزيد من فرص التكوين وتقاسم التجارب كما ستتح أيضا فرصا جديدة للاستثمارات السياحية الآن مشاهدين إلى الأخبار الدولية حيث تعكف أوكرانيا اليوم على تصليح منشآت الطاقات المتضررة جراء الضربات الروسية الكثيفة وتوفير التدفئة والكهرباء لملايين المواطنين فيما يحل فصل الشتاء وبات قطع الطاقة الأوكرانية على شفير الانهيار فيما يعاني ملايين الأشخاص من انقطاعات طارئة في الأسبوع الأخيرة ورأى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي أن استراتيجية موسكو الجديدة الهدف إلى إغراق أوكرانيا في الظلام لن تنال من عزيمة البلاد حسب تعبيره في ذات السياق دعا رئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ترضي روسيا من صفوفها وذلك في مداخلة عبر الفيديو أثناء الجلسة في وارسو عقدها المجلس البرلماني لهذه المنظمات الدولية حمزة الخضر والتفاصل في خطوة تروم عزل الروس أكثر وتضييق خناق المجتمع الدولي حول جيد موسكو دعا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى طرد روسيا من صفوفها الرئيس الأوكراني وفي مداخلة له عبر الفيديو أثناء جلسة في وارسو تساءل لماذا تحديدا لا تزال روسيا حتى بعد تسعة أشهر من الحرب المستمرة عضوا في مجلسكم البرلماني زيلنسكي شدد على أن النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا هو اختبار لأي منظمة دولية وكان البرلمان الأوروبي قد صوت على نص بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية يهدف إلى عزل روسيا دوليا داعيا الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوه في شرد دولية دائما أعلن البرلمان الأوروبي تقديم حزمة مساعدات مالية كدعب مخصص من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وذلك بقيمة 18 مليار يورو أي ما يعادل 18.7 مليار دولار تقرير سم العمراء البرلمان الأوروبي وفق على تخصيص حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو اقترحتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فونديرلين أبلغت الرئيس الأوكراني زيلنسكي في وقت سابق من الشهر الجاري بأنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا وذلك خلال سنة 2023 بذات القيمة المالية وأكد الطرفان على أهمية ضمان التمويل المنتظم لاحتياجات الدولة الأساسية بغية دعم إصلاحات أوكرانيا ومصارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى تقدر بالمليارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا دولياً دائماً أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يونس ستونتونبورغ أن ملف دعم أوكرانيا يعد مهمة عاجلة وفورية للناتو مضيفاً أن الحلفاء سيزودون العاصمة كييف بأحدث أنظمة الدفاع الجوية نتابع جدد حلف شمال الأطلسي الناتو دعمه لأوكرانيا أثناء نزاعها مع روسيا والذي يندرج في شهره التاسع الأمين العام للناتو يونس ستونتونبورغ أكد أن المهمة الأكثر إلحاحاً والفورية هي التركيز على تقديم المساعدة لأوكرانيا وقال إن دعم الغرب للقوات الأوكرانية عسكرياً يعد السبيل الوحيد للوصول إلى مفاوضات السلام ستونتونبورغ شدد على أن الحلفاء سيزودون العاصمة كييف بأحدث أنظمة الدفاع الجوي مضيفاً أنهم سيساعدون أوكرانيا في الانتقال من الاعتماد على المعدات العسكرية الروسية إلى منظومة التسليح الغربية وسيداعمونها من أجل بنائه قوتها المسلحة في الأمد البعيد على سعيد آخر أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن برلمان بلادي سيصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسية العام المقبل علماً بأن ملف انضمام البلدين لا يزال معلقاً بانتظار مصادقة بوداباست وأنقرة تابع التقرير حنزاً المجر ستصادق العام المقبل على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ذلك ما أعلنه رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان والذي صرح على هامش قمة لمجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا قائلاً كما سبق أن أبلغنا السويد وفنلندا تدعم المجر انضمام هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي سيكون الأمر مدرجاً ضمن جدول أعمال أول دور للبرلمان العام المقبل 28 دولة منضوية في حلف شمال الأطلسي سبق لها أن صدقت على انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل الدفاعي وبطلبهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي تخلت الدولتان عن سياسة عدم الانحياز التي كانت تعتمدانها منذ عقود بعدما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ويتطلب انضمام دول جديدة إلى التكتل الدفاعي إجماع الدول الأعضاء على صعيد آخر أعلن الملك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك في تغريدة أنه قرر بناء على نتيجة استفتاء أجره عبر المنصة واستمر 24 ساعة قرر إصدار عفو عام عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتباراً من الأسبوع المقبلة تابع تقرير حمزة الخطر الشعب قال كلمته العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل تلك كانت تغريدة المالك الجديد لمنصة تويتر إيلون ماسك رداً منه على تغريدة سابقة كان قد نشرها وطلب فيها من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على سؤال هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمدة بشرط أن لا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً 72 في المئة فاصل أربعة من المغردين ردوا على سؤال ماسك بنعم فيما أجاب 27 في المئة فاصل ستة منهم بلا أغنى رجل في العالم ومالك تيسلا وسبايس إكس قرر إعادة تفعيل حساب ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق ويعتبر المالك الجديد للتويتر أن ضبط المحتوى هو أمر مقيد جداً لكن رؤيته المطلقة لحرية التعبير تثير مخاوف من زيادة الإساءات على الشبكة الاجتماعية الآن مشاهدين إلى فقرة أخبار المونديال التي نطلعكم من خلالها على الجميع تفاصيل هذا الحدث الكروي العالمي مع الزميل عثمان الطاهري عثمان محببك أرحباً فاطمة وبكي وبكل المشاهدين الكرام أهلاً أهلاً وسهلاً إذن المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه الأحد المقبل منتخب بلجيكا تحضيرات لهذه المباراة عثمان كيف تجري خصوصاً وأنه تم الحديث في الساعة الأخيرة عن بعض الإصابات الخفيفة لدى بعض اللاعبين ما مدى صحة هذه الأخبار؟ أكيد فاطمة بعد مباراة كرواتيا انتلقت الأسود بالأمس في التحضير لمباراة بلجيكا أكيد التحضير سيكون فيه نوع من التركيز حصة الأمس ركز من خلالها التاقم التقني لمنتخبنا الوطني تحت قيادة وليد الرجراجي على بعض الرتوشات من أجل إزالة مثلاً العياء ما بعد مباراة كرواتيا إصابة نوسير مزراوي حسب المصادر وحسب أيضاً التصريح الذي سنتابعه لعبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني المغربي تقلق شيئاً ما الأسود لكن أشرف حكيمي إصابته ليست مقلقة وانتمنى مشاركة طبعاً أشرف حكيمي ولما لا مزراوي لأنه عنصران همان في توليفات منتخبنا الوطني أكيد مشاهدين الكرام المنتخب الوطني المغربي أجرى الحصة التدريبية الأولى قصد مواجهة منتخب بلجيك الحصة كانت من أجل إزالة العياء وأيضاً الوقوف على بعض الرتوشات قصد طبعاً التركيز والتحذير لمباراة المنتخب البلجيكي سنتابع هذه الصور مع التصريح الدرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني المغربي ونعود لكم مباراة الأخرى ضد كرواتيا تصاب على مستوى الفلان دياله الفلان غوش اللي أيصر واللي يفق منه له بفحوصات والحد الآن ما يمكناش نعرفه واش غي يشارك في المقابلات الجاية ولا لا غيكون عندنا فحوصات أخرى غادر له ومنها إن شاء الله الدولة لن بعد غدا تكون عندنا نتيجة فيما يخص اللاعب أشرف اللاعب أشرف كيف شفته في واحد له سبرينت حس بواحد الألم في الفخد دياله وكمل المباراة دياله والفحوصات دياله ما بينتش حاجة صعبة سي انبليس يور لجير ولكن في هاد الميدان ديال الرياضة خاصنا نكونوا نفق تخي تخيزة تنسيون غدا عود نعود له فحوصات أخرى وعاد نقره باقي اللاعب الأخرى الحمد لله كلهم في صحة جيدة ونتمنى بشي تكون مقابلة جاية مزينا والنتيجة تجعل الله تكون صالحنا عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني المغربي في حديثه عن أشرف حكيمي وأيضا نصير مزراوي خلال التدريبات التدريبات الخاصة بأسود الأطلس لمباراة منتخب بلجيكا بلجيكا مشاهدين الكرام وقصد مواجهة أسود الأطلس خاض المنتخب البلجيكي بدوره الحصة التدريبية الأولى لهما بعد مباراة كندا شهدت حضور مهاجم أنتر لوكاكو وعبر الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي عن سعادته الكبيرة بعودة روميلو لوكاكو إلى التدريبات الجمعية تحضيرا لمباراة المنتخب المغربي الأحد المقبل برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 مارتينيز قال بأنه روميلو لوكاكو أو روميلو لوكاكو تدرب مع المجموع ويتمنى مشاركته مع المنتخب البلجيكي إلا أن طبعا مارتينيز تحفظ حول هذه النقطة حول مشاركة روميلو لوكاكو فاطمة الذي يعتبر من بين أبرز الأسماء في تشكيلة المنتخب البلجيكي نتمنى أن لا يكون طيب عثمان لنتوقف في اللحظة عند أبرز مباراة أمس كان هو اليوم الخامس في المونديال كان أول ظهور للبرازيل وكذلك أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو الذي يطبح طبعا إلى تحقيق حلمه الكبير وهو التتويج بالمونديال أكيد مباراة الأمس كان فيها الشو انطلقت بلقاء سويسرا الكاميرون أداء لم يكن كبير لم يرتقي لمستوى التطلعات ولو أن سويسرا فازت على الكاميرون البرازيل كما قلت فاطمة نجحت في الفوز على المنتخب طبعا سيربيا بهدفين لسفر فوز أسعد الجمهور البرازيلي في كل مناطق العالم من الدوحة إلى برازيليا إلى الريو دي جانيرو سان باولو كل المدن طبعا البرازيلية سعيدت بهذا الفوز مع ثنائية مهاجم توتنهام ريتشار ليستون الذي وقع على هدفين واحد منهما جاء في الدقيقة الثانية والستين والثاني سجله بطريقة رائعة على ستايل ريفالدو في الدقيقة السبعين وبهذا الانتصار تصدرت البرازيل المجموعة السابعة بثلاث نقاط إلى جانب منتخب سويسرا الذي تفوق بدوره على الكاميرون بهدف نظيف مشاهدنا الكرام ولحساب المجموعة الثامنة تمكنت البرتغال من الفوز على المنتخب الغاني بثلاثة أهداف لهدفين ثنائية طبعا المنتخب البرتغالي افتتحها كريستيانو رونالدو من نقطة الجزاء طبعا في الدقيقة الخامسة والستين قبل أن يعدل المخضر أندري أيو النتيجة لغانا في الدقيقة الثالثة والسبعين البرتغال عادت كي تتقدم في نتيجة عن طريق جواو فليكس لعب أتليتي كومادريت في الدقيقة الثامنة والسبعين وفي الدقيقة الثامنين سجل رافايل ياو الهدف الثالث للبرتغال الذي حملت طبعا هذا الهدف أثر كثيرا على المنتخب الغاني وكان البعض قال بأنه تسلل وقبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بدقيقة نجح منتخب البلاكي ستارز عن طريق لعبه عثمان بوكري في توقيع الهدف الثاني لغانا التي ضيعت فرصة تسجيل التعادل بكرة لم تستغل بالطريقة الأمثل من جانب هجوم برازيل إفريقيا في الدقائق الأخيرة من المباراة طبعا فاطمة نذكر لمشاهدنا الكرام بأنه تلعب أربع مباريات لعبة واحدة فازت إيران على ويلز بهدفين لصفر فوز تاريخي للمنتخب الإيراني قطر تواجه السينيغال في هذه الأثناء هولندا تلعب مع الإكوادور في الخامسة مساء وإنجلترا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة مشوقة عند الساعة الثامنة مساء نعم عثمان طاهري شكرا جزيلا لك ونراك طبعا في موعد إخباري اللاح شكرا لك فاطمة نهاية هذه النشرة مشاهدين للمزيد من الأخبار ظهور مختلفة منصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر